لو عروسة وعايزة تعملي كوليكشن امراطي ريحته غالية اغلب كتير من سعر وفي نفس الوقت تاخدي اداء واسعار كويسة وكمان تبقى روايحهم مختلفة عن بعض شوف الفيديو دول الاخر بعدين هجلمكم عن هوب من الرصاصي العطر ده بيفكرني بجدور هو اصلا المفروض انه بديل جدور وتشاهر انه بديل جدور ولكن هو في البداية بتاعته بتبقى افتتاحية زهرية قوي من اليسمين والفل قوية جدا شوية بتحسزك ان لأ انت بعيدة عن جدور ولكن لما بيبتدي يهدى شوية بيبتدي يبين بقى الجانب الصبوني اللي فيه اللي بيديك الاحساس القريب من جدور فهو كريحة حلوة جدا فواحة لذيذة سبتة ريحتها بجد قريبة من جدور وفيها انتعاش ونضافة وظهور جميلة واحساس كده ناضج وجميل طبعا مميزة جدا للناس اللي بتحب العطور الزهرية بعدين واشواشا واشواشا من لطافة بتشبه عطر روبرتو كافالي بشكل كبير ولكن انا بحس فيه روبرتو كافالي بعمق وبحس فيه باحساس اللابستك في الاخر في النهاية بتاعته البنزوين مع الفلفل الوردي مع التونكا الاحساس بتاعه دافي اكتر شوية واشواشا حبة مشرقة اكتر منه ولكن هما بيشبهوا بعض بشكل ما وتقدري تعتبريها بديل كويس لها او مثلا بديل اخفة ممكن تعتبريها اصدار صباحي او اصدار خفيف من اصدارات روبرتو كافالي ولكن انا بحب روبرتو كافالي اوريجنال اكتر بالمناسبة روبرتو كافالي بتشبه كتير قوي العطر بتاع كيالي او خيالي بتاع ديجافو هي بتشبهه بشكل كبير فحبيت بس اقولي الحتة دي وانا بتكلم على واشواشا واشواشا حطر جميل جدا وسهل انه يتحبم تهالي كل الناس اللي جربته حبيته غير روبرتو كافالي شوية بيحتاج جزء شرقي اتقل حبة ولكن هما بيشبهوا بعض قولي مثلا بنسبة 70% ودي نسبة برضو محترمة لكن انا لو هتخيريني اشتري انهي لا هقولك هشتري روبرتو كافالي لاني بحس فيه بعمق كده بحس بديبس كده وبحس باحساس ان انا شمة حاجة يعني من عالم تاني كده حاجة ليها مذاق ليها تأثير وليها تدرج ولكن برضو هنرجع ونقول ان ده هت بديل بشكل اوفر بيقدر يوفرك نفس الفايبس ولكن بسعر اقل وبجودة كويسة طبعا بعد كده عايز اكلمكم عن مسك مود مسك مود بالنسبة لي من اول ما جبته انا جايباه على اساس ان هو بيشبه كالينجمي سلولي العطر ده حسسني ان انا شم العطر بتاع كالينجمي سلولي ولكن الفرق فين؟ الفرق ان كالينجمي سلولي احساس عامل زي الكريم للوشن كده شوية فيه احساس لاكتوني ده سيم اكتر اما العطر ده شوية مسكر اكتر على بانيلا فهما الاتنين فيهم نفس احساس النضافة ونفس احساس الزهور والفانيليا بس مع كالينجمي بشكل صبوني وبشكل كريمي اكتر اما هنا لا هتحسني شوية ما حسيتوش او يعمل زي الصبون زي ما حسيت مع كالينجمي طبعا كالينجمي الاحساس كمان الزهري في البداية بيبقى واضح شوية كظهور بتحسي الظهور فيه خضرة حبة عن الظهور اللي ممكن تكون نعمة او الورد اللي ممكن يكون ناعم اللي موجود في ميسك مود ولكن هما الاتنين بيدوكي مشاعر قريبة بشكل كبير شايفون روز كتور العطر ده من شركة امبر ويمكن من اكتر العطور اللي موجودة عند امبر انا حبيتها العطر ده ريحته بجد جورمان عطر ريحته بتفكرني بانتنسي كافيه بتفكرني بمنسيرة روز سفانيه فهو عطر فيه من الشياكة والجمال والرقاي اللي يخليكي تشتريه العطر حلو وثبات ومتوسط انا متكلمتش عنه لوحده ولكن هو فيه نوتة زي نوتة الكاسترد انا كنت اتكلمت عنه في شورتز قبل كده كنت اتكلمت عن السبري بتاعه ولكن العطر ده فيه كاسترد والكاسترد فيه بيديله احساس كريمي بيخليه كده وسط ما بين العطرين ما بين انتنسي كافيه وروز سفانيه نوتة الروز مش غالبة او نوتة الفانيلا المدخنة مش غالبة عليه لدرجة ان انت تحسيه شبه روز سفانيه بالزبط وفي نفس الوقت الداركنس والاحساس الجرماند مش غالب عليه اكتر عشان يبقى مثلا شبه انتنسي كافيه هو تحسيه في النصب بينهم كأنك عاملة ميكس ما بينهم واللي جرب الاثنين عارف انه هما الاثنين بيشبهوا بعض بشكل كبير ولكن منسيرة روز سفانيه شوية على احساس وروض اكتر ولكن الاثنين ريحتهم حلو قوي وريحتهم قريبة من بعض وده كمان ريحته قريبة منهم بشكل كبير جدا واعتبر بديل رائع لهم كمان شكل العبوه حلو قوي وكوالتي بتاعتها جميلة ثبتها مش اقوى حاجة ممكن ثبتهم متوسط انك تجددي العطر كل فترة قريبة يعني كل 3-4 ساعات بحيث ان انت تخليها فواحة اكتر وبجد ريحتها في الهدوم بتبقى لذيذة جدا وفعلا تبتاكل اجمل ايفوك الادشن السيلفر اللي المفروض بينزل للنساء محاكاة هم بيقولوا كده لسي فيوري ومحاكاة برضو لبويزنجيرل الحقيقة هو الاثنين خلط كده مطلعين لكل عطر ده ولكن هو اميل لبويزنجيرل بالنسبالي بيديني فيبس قريبة فعلا من سي فيوري في بعض الاحيان وبيديني فيبس قريبة برضو من بويزنجيرل ولكن انا بشوفه قليل جدا في بودريته فبحسه رايح اكتر ناحية بويزنجيرل بشكلة شوكلتي كده تحس ان هو كأن في شوكلت فالعطر رحته حلوة جدا ولكن انا بتعامل معا ان هو شبيه للعطرين وبالذات لبويزنجيرل مش قادرة اجزم ان هو بديل ليه زي مثلا ما قلتلكو على دنة بتاعة كاريرا اللي هي 707 قلتلكو ساعتها ان هي بتشبه كثير او بالضبط تقريبا بويزنجيرل بتدرجاته بنوطة البرتقون المر اللي فيها ونوطة اللوز وفيها الاحساس البودري اللي موجود في الاخر لكن هنا العطر ناطي وكل حاجة وكده ولكن هو بياخد شوية اتجاه سويت اكتر فبيروح ناحية بويزنجيرل من وجهة نظري اكتر من سيفيوري ولكن بشكل تشوكلتي يعني كأنك حطه فيه تشوكلت زيادة على بويزنجيرل ومقللة فيه نوطة البودرية ومع ذلك هو مش جازة يعني هو مش توسويت كده ولا هيحسسك ان انت وانت شمه ان هو ريحته مجزعة هو ريحته رقية وشيك جدا من العطر اللي يعني استحق انك تجربيها لو انت بتدوري على شبيه لبويزنجيرل هيبة واخيرا اكتشفت هي بازيل لايه بالزبط واخيرا اتأكدت ان هما بيشبهوا بعض بحوالي تسعين لخمسة وتسعين في المية العطرين نفس السبات نفس الريحة نفس المكونات تقريبا بالنسبة لي انا حساهم واحد مش حسب اي اختلاف ما بين الاثنين بحط دي على ايد ودي على ايد كأنني حطى عطر واحد مش حطى حاجة مختلفة ابدا يعني حتى لو انت طلعتش ما بينهم اختلفات هتلاقيهم طفيفة جدا طبعا انا كنت تكلمتكو على هيبة قبل كده في الفيديو بتاع هيبة وشاهده موادتي وانهم قلتلك انت لو عايزك جيبي عطر دافي وعطر في فيبس قريبة من جود جيرل فيلفت فيتال اللي هي على حبوب التونكة الدافية اللي موجودة فيها او عايزك جيبي عطر بيشبه فالنتينو دونا او بيشبه درايداوين بتاع فالنتينو دونا بعدما النوتة الفاكهية الحلوة المسكرة اللي فيه بتهدى هقولك طبعا ان هيبة بيشبهه بشكل كبير يعني فيه يعني تقارب بنسبة سبعين في المية ما بينهم انا حاس ان هو اقرب حاجة لفالنتينو دونا انا شمتها ولكن يا بنات انا عايز اقول لكم ان العطر اللي انا هتكلم عنه النهاردة اللي خلانا اكتشف ان هو شبه هيبة ان اول ما شميته جي في دماغي على طول فالنتينو دونا برون ان روما وجالي برضو في دماغي فكرة ان هو ممكن يكون شبه جود جيرل فيلفتال الحمرة القطيفة دي فحسيت ان انا ايه دا هو انا ليه بقرنهم بالاتنين دول فقرنتوا بيهم وحسيتوا شبههم بس مختلف وقلت طبعا ليه ما بقرنوش بهبة لما قرنتوا بهبة اتصدمت من نسبة التطابق ما بينهم اتصدمت من قد ديه هم متشابهين بالنسبة لحسة الشم بتاعتي انا شايفهم واحد العطرة ده جالي بالصدفة يعني السامبل بتاعته انا كنت طالبة سامبل تانية وجات لي السامبل دي مكانها كده وسبحان الله فرحت بالسامبل دي جدا ولقيتها احلى كمان من السامبل اللي انا كنت طالبها انا كنت طالبة السامبل بتاعت لدي مليون بريفي كتلر قرأت لي انها مش موجودة وبعدت لي مكانها فابلوس لكم ان هيبة بتشبه تسعين في المية او اكتر ليدي مليون فابلوس وتعتبر دوب وتطابق عالي جدا بجد مش هتفرقهم عن بعض لو حد فيكوا عنده هيبة يروح يشتري ليدي مليون فابلوس ويجربهم ولما شفت ترشيحات استاذ باسم في قناة بي فريجرانس على فكرة اللي مش متابعة خسران كتير الرجل ده يعني بجد بيفهم في العطور وبيتكلم بشكل بسيط يعني بشكل بسيط بيوصل المعلومة بمنتهى السلاسة العطر اللي كان مرشحه في العطور اللي هو مفضلة عنده بالنسبة للسيدات كان ليدي مليون فابلوس وانا ساعتها اتصدمت ان هو رشحه وانا في نفس الوقت كنت لسا مجرباها بليها بيومين حتى انا كتبت له كومنت وقت له انا لقيت له بديل من كتر ما انا كنت فرحانة قد ان انا لقيت له العطر ده بديل فبجد يا بنات العطر ده من العطور الشيك الدفية الامنة اللي فعلا تحسوا ان انتوا مبسوطين كده وانتوا حطينها وتحسوا بدافة زي ما كنت بقولك هو احساس دافي وامن جدا نفس الاحساس اللي بحسه في هيبة مش تحيز مني عشان هيبة قريب كده من اسمي هيبة وهيبة والكلام ده ولكن انا فعلا العطر ده ليه مكانة خاصة في قلبي يا رمو العطر اللي اما يتكره قوي اما يتحب قوي طيب العطر ده هيتكده ويتحب بناء عن ايه العطر ده مبدئيا كده فيه نسبة صابونية عالية جدا فيه نسبة بودرية جفة عالية جدا العطر زهري يكون اللاكتوني ولكن اللاكتوني بشكل بودري اكتر مليان دسامة عطر دسم فعلا بتحسك انك شم فيه حليب بودرة مثلا ظهور بودرية على باتشولي فيه ريحة كده مميزة واضحة وبتحسسك احيانا الريحة البودرية الزهرية دي مع الفاكهة خاصة اللي هو فيه كوميترا بتحس ان هو زي ما يكون فيه ريحة ويفور كده طبعا الريحة دي مش زوئي قوي ولكن العطر ده في الجو اللي احنا فيه في الصيف اللي احنا فيه ده تبتدت ريحته تتحول شوية وتتقبل وده راجع لان الظهور في الجو ده بتبقى افضل والاجواء الصابونية اللي موجودة فيه في الجو ده برضو بتبقى افضل ولكن برضو العطر ده كان بالنسبة لي مبهم اللي هو انا مش عارفة انت وقصدين تقلده بايه لغاية ما جربت اولمبيا بلوسوم وفعلا هو بيشبه اولمبيا بلوسوم بشكل كبير جدا طبعا اولمبيا بلوسوم بالنسبة لي احسن ولكن هما الاتنين بيشبهوا بعض تيبيكال الفرق ما بينهم ان اولمبيا بلوسوم نوتة البودرية الصابونية اللي انا بحسها فيه اللي شبهتها لكن هي ريحة عاملة زي ما تكون يشم ريحة حاجة كمكما كده عارفين حاجة مقفولة مترابة عارفين الاحساس ده هو شوية في اولمبيا بلوسوم الاحساس ده اقل كتير من وجوده فيه يارا طبعا الصناعية فيها مخلية العطر في النوتة دي اعلى بس انا كده مش بزم في يارا على فكرة ان اللي انا بوصفه ده ممكن يكون بيعجيب ناس كتير جدا يارا ما من العطور اللي عايزة الناس اللي بتحب العطور الصابونية العطور البودرية الجفة اللي بتديكي احساس زي ما تقولي كده دسم شوية فالعطر ده ليهم لكن مش لكل الازواء فلازم طبعا تجربيه الاول يارا ما بديل واضح لأولمبيا بلوسوم يارا كلكم عارفين ان يارا بديل لفيري سيكسي ناو بتاعة فيكتوريا سيكرت هو عطر قائم بذاته على نوتة الفانيلا ونوتة جوز الهند وفيه شوية نوتات كده فاكهية مسكرة حمراء طبعا اللي هي الفاكهة الحمراء الفراولة انا حقيقة ما بحسش بهم قوي بس هوا في ناس كتير بتقولي ان ريحته عامل زي ايس كريم الفراولة انا ما بحسش بالاحساس بتاع الفراولة دوت بس انا بحس ان انا شما ريحة جوز هند وفانيليا قوية جدا بتفكرني كتير جدا بفيري سيكسي ناو والعلموكو انا لما بحطه مع فيري سيكسي ناو ما بحسش فيه فرق يعني اتنين قريبين جدا من بعض الا بس ان انا بحس ان يارا شوية فيه خشب ارز مدخن كده خفيف وخشب الارز ريحته بتشبه ريحة بارو القلم الرصوس اللي احنا بنبريه فهو بيشبه الاحساس دوت موجود فيه انا معرفش ليه ناس كتير ما بتذكرش ان هما شمين النوتة دي ولكن انا بحس ان شما ريحة خشب ارز قوية جدا فيه ويمكن دي بتدي له احساس بوداري ناعم برضو المجمل هو بديل قوي جدا لفيري سيكسي ناو من فيكتوريا سيكريت وريحته تهيالي مفيش حد اختلف عليها قليلين جدا اللي ما عجبهمش وفيكتوريا بتهمش ريحته وكانه ما بيحبوش اصلا جزء الهند مودتي برضو من العطور الدوب بتاعها او البديل الشبيه القوي بتاعها انا ما كنتش منه انا ما كنتش واحدة بالي منه رغم انه هو كان موجود عندي طول الوقت اول ما شميت مودتي انا قلتلكم ان انا شميت فيها فيب كبير من سكندال وحسيت برضو ان هي فيها احساس من آآ ريال العنبر بتاع آآ لبرفان ريال بتاع صعب وساعتها قلتلكم انا مش عارفة الناس ليه بتقول ان هو بيشبح آآ جرلو فناو رغم ان هو مفيش النطي اللي موجود في جرلو فناو رغم ان هو فيه ممكن يكون العنبر والسكرية وكده ولكن مفيش الاحساس النطي اللي موجود في جرلو فناو من يومين كنت حطى بتاع روبيرتو كافالي وحسيت ان انا شمى مواداتي وابتديت ان انا قول هو انا قرنتهم قبل كده ولا ما قرنتهمش فبقيت نسية وانا فعلا الفترة دي عندي حالة من النسيان مش طبيعية فيه توهان كده في الجو ففعلا ما كنتش فاكرة بس لما قرنتهم تاني قلت ايه ده ازاي انا ما قلتش للناس ان مواداتي بديل واضح جدا لروبيرتو كافالي امبر فلورنس اللي انا اصلا وقت ما جربته قلتلكو ان امبر فلورنس بتشبه كتير اسكندال وكمان هي نسخة افضل من اسكندال حتى قلتلكو اه ده هو ما ينبغي ان تكون علي اسكندال لان هو فعلا عطر متوازن اكتر من اسكندال بالنسبة لي اه الظهور مع العنبر مع العسل في مديني توليفة حلوة جدا لابرفان رويال بتاع اللي صعب مع اسكندال اللي ادتني مواداتي هي هي نفس اللي ادتني امبر فلورنس فمن الاخر كده مواداتي شبيه او دوب قوي جدا لامبر فلورنس من روبرتو كافالي اللي حاليا بقى ساره علي جدا وكده اكون جمعتلكو كوليكشن حلوة اوي لأي عروسة في كل الازواق في حاجات جورماند وفي حاجات خشبية وفي حاجات تقيلة شرقي وحاجات خفيفة مسكية وحاجات سهرية حاجات كمان ممكن تكون ناطي وتكون جورماند وممكن تكون سابونية بودرية حبيت ان انا اعمل تنميعة حلوة بحيس ان كل العطور تكون مختلفة عن بعض واي حد يحب يجيب العطور دي تيبقى عارف الاشباح الاساسية اللي هي بتمثلها او لو عارف الروايح العطور الاصلية يجيبها وهو مرتاحة. ومس كده بنات هو ده كان الفيديو يارب يكون اعجبكو ويارب كون استفدتو وان شاء الله اشوفكو تاني فيديو جديد فيديو روحتو اهلا مع السلامة